كمان بقى عندنا قصص نجاح كبيرة يعني لما نيجي نتكلم دلوقتي عن قصة مثلا زي لكل السادة مشاهدين أعتقد عرفينا قصة سويفل وغير سويفل فوري يعني بقى عندنا قصص نجاح ملهمة فبقى فيه إقبال كمان من الشباب على أنه هو يتعلم أكتر عن رياضة الأعمال ويعرف أكتر إزاي ممكن يخوض المجال ده وإزاي لو عنده فكرة إيهي البروستس أو إيهي العمليات أو الطريق اللي لازم يسلكه عشان يحول الفكرة دي لمشروع حقيقي موجود على الأرض حلو طيب أنا لفت نظري جملة بقى لطيفة جدا وقت ما بدأنا نشتغل على رواد عشرين تلاتين كان الوضع شيء ودلوقتي حاجة تانية خالص الوضع كان عامل إزاي وإيه اللي حصل ودلوقتي بقى عامل إزاي طيب إحنا بدأنا رواد عشرين تلاتين حقيقة من تقريبا ثلاث سنين ونص كان فيه طبعا جهود كتيرة بتتعمل لكن هي كانت متناثرة إلى حد كبير يعني فيه ناس كانت مختصة متخصصة في حاجات تتعلق بالتعليم من ريادة الأعمال فيه عدد من حضنات الأعمال يعني كبير موجود في مصر لكن مش متخصصة في مجالات معينة يعني كان فيه إيكو سيستم خاص أو نظام بيئي خاص بريادة الأعمال لكن مش بالحرفية الحقيقة اللي موجودة دلوقتي إحنا في وزارة التخطيط من أول ما تبنينا مشروع رواد عشرين تلاتين بدأنا نشتغل من الأول خلص على ثلاث محاول اشتغلنا على محور التعليم تعليم المتعلق بريادة الأعمال لأنه طبعا سابت علميا أن الشركات النشأة القائمة على الدراسة والعلم نسبة فشلها بتبقى أقلب كتير جدا من الشركات القائمة بس على الفكرة فبالتالي أطلقنا عدد من المبادرات مجلستير مهني مع جامعة كيمبرج ديبلومة مع الجامعة الأمريكية في القاهرة وشهادة مهنية أخرى مع الجامعة الألمانية ومؤخرا طبعا أطلقنا أكبر حملة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حملة المليون ريادي دي حملة أطلقتها وزارة التخطيط بتستهدف أن نغير المايندسيت أو طريق التفكير مليون شخص في العموم في مصر مش موجهة للشباب فقط وبنستهدف عن طريقها كمان أن نحن نطلع 50 ألف شركة نشأة جديدة من المليون اشتغلنا في محور حضنات الأعمال لكن اشتغلنا ببعد مختلف يعني أنشأنا عشر حضنات أعمال بس أنشأنا اتنين منهم في الزكاء الاصطناعي كانت أول حضنات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكون قائمة لخدمة كل المشروعات القائمة على تقنيات الزكاء الاصطناعي